موسيقى اهلا بكم سقطت الهدنة في سوريا وتحولت معركة حلب الى معركة كسر عضم المعركة التي كان يفترض ان تحسم منذ شهرين قبل ان يقرر الروس عكس ذلك عادت اليوم بحماوة اكبر التباينات بين الحلفاء اكبر من العداوة بين النظام وداعش والنصرة الروس والامريكيون متفقون اكثر من الروس والايرانيين حول حلب والاسد وتركيا المعركة طويلة والمرحلة الانتقالية توقفت والمعارك استؤنفت وفي لبنان لم يسبق ان تفجرت الفضائح وتوالت الانهيارات بهذا التدحرج المريع داخل البيت اللبناني لم يحصل ان تراكمت الخيبات وتناسلت الازمات بهذا الشكل المرضي في الجسم اللبناني لم يصدف ان انكشفت عورات هذه التركيبة الهجينة بهذه الاسليب المهينة لم يرى العالم ابدا بلدا صغيرا بهذا الكم من المزايا Engineering اهلا بكم في حوار اليوم واهلا بالوزير السابق نيكولا سحنوي نائب رئيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر بالعاصمة نعم ففضلنا وقته نقاطع لانه بالحديث كمان مع الاخصام بالسياسة ومع كل الاطراف الموجودة ببيروت ما كان فيه تجاوب لا اعطاء الطيار الوطن الحر حصة بتناسب حجمه بالعاصمة ولكن حاليا اللي صار انه من بعد مفاوضات طويلة ومن وراء التحالف اللي تم بيننا وبين القوات اللبنانية قدرنا أخذنا حصة محترمة أكيد نحن كنا طامحين لأكتر بقلب المجلس البلدي وهذا الشي نحن دايما نكون بمعارضة إيجابية نفضل نكون داخل المجلس البلدي داخل السلطة تنقدر نفوذنا يزيد قدرتنا على نوقف بوج المشاريع المشبوهة بتكبر وقدرتنا أنه نعمل الماء متوازن بتكبر وبعدين بس يكون جوه الواحد قادر يحصل على المعلومات الكافية ليقدر يسمع الصوت لخارج المؤسس اللي بيفوت عليها فبمعارضة إيجابية لقينا أنه أحسن نكون جوه بس أكيد الشرط كان أنه يكون فيه احترام لحجمنا التمثيلة بالدائرة ومنعتبر أنه النتيجة اللي وصلنا لها مرضية إلى حد كتير مقبول هذه الحصة متفين عليها مع القوات أم اتفقتوا عليها مع المستقبل هل راضي القوات وأنتو راضيين وراضي المستقبل أم أنه هذه أفضل الممكن ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان يعني ما قدرنا نحصل على أحسن ومضطرين لألة هيك عم تصرفوا بهالمعادلة لا 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 بالنسبة للحصة نحن راضيين وفيه وفد برأسه الرئيس الليحة زير العماد عن اليوم هلأ قبل شوي نحن راضيين بالنسبة للحصة مع أنه أكيد كنا طمحين لأكتر بس أنه فيه ظروف بتخلينا نقبل هذا الشيء راضيين نكون متحالفين مع طيار المستقبل بهاللحظة لا أكيد يعني فيه إحباط أو فرستريشن عندنا نحن كلنا كطيار فيه ناس عم تسأل كيف بتفسروا هذا الخلاف العميق المستحكم بينكن وبين المستقبل بالسياسي وفيه اتفاق معهم ببلدية بيروت هل هيدا كمان نوع من واقعية سياسية أم أنه كمان هيدا النوع هو الأفضل نتفق مع المستقبل على أنه نخرج من الليحة هيك فكرته الأفضل نفوت أنه نخرج أكيد هيدا أول طرح واقعية سياسية أكيد بس بده الواحد يقول يعني ارجع اشرح شوي الظروف الخاصة بالعاصمة نحن في قدام ظرف ما ما سبقوا مرأة علينا يلي هو فيه محافز يلي هو بالأقل نصف السلطة ببلدية بيروت محافز اسمه الآدي زياد شبيب يلي هو أداقه عم بيكون جيد أخلاقه جيدة قانونة بكل مقاربته وأكتر من هيك عم بيحاول ينجز يعني مش بس بنتخبى برا الأقنون تنضال حيمين حالنا وما بنعمل شي لا هو عم بيدفرش بالمشاريع وعم بيحاول يحقق بعدة مشاريع أساسية بالبلد فبوجود هيك محافز إذا أنت قدر تفوتت أعضاء بلدية يكون المعيار طبعهم والشخصية طبعيتهم وصفاتهم الشخصية جيدة بقادرين يتعاونوا مع المحافز وإن شاء الله يعني ما بنقول أنه أنه هالفرصة أو هالاحتمال مش موجود إن شاء الله يكون طيار مستقبل مقدم نموذج أشخاص قادرين هن كمان يواكبوا هذا العمل الإصلاحي والإنجاز الإنمائي للعاصمة إذا كنا إذا هالمعادلة ركبت بين فريق جاي من طيار مستقبل ما بيشبه النموذج اللي قدموه بالسابق والقاضي زياد شبيبي اللي هو يعطي نموذج جيد وأعضاء مسيحية فاتوا لأول مرة بكبول بالمشاركة الكاملة لأنه نحن بالمفاوضات نحن والقوات اللبنانية من أول ما بلشنا قلنا نحن تنفوت باقتلاف مع طيار المستقبل لأنه نحن حاليا بالبلد منا محمسين على هك تحالف بدك فيه شرط أساسي أنه 12 عضو مسيحي بيعينون الكوة المسيحية هذا الشرط قبله فيه طيار المستقبل يعني قبله أنه الوضع الديموغرافي مش هو اللي بيأثر فقط على تشكيل الليحة فالـ 12 عضو مسيحي نقومون الكوة المسيحية نحن أكيد فتنا مفاوضات داخلية بين الكوة المسيحية لنوصل على تشكيلة مقبولة من الجميع بس هذا الشرط اللي شجعنا أنه لأول مرة الكوة المسيحية هي اللي بتنقق 12 مسيحي نحن مش عم نحكي بقى على مناصفة رقمية عم نحكي عن مناصفة فعلية مشاركة مشاركة مما أنه فتنا بالمشاركة صار قادرين بـ 12 عضو نجيب نموذج جيد صار قادرين نحن والمحافز نعمل أداء جيد ونجز أكتر وفيه أمل كبير يكون الأشخاص اللي نقوم طيار المستقبل وأمل يعني والحلفة طبعوه لهم والحزب الاشتراكي يكونوا هنه كمان بناموذج جيد ساعتها بيكون عنا شغلة استثنائية بالبلد حاليا أنت عارف البلد لأن كل المشاهدين عارفين البلد مشلول ما في شي بيقدم بولا محل كله الحكومة مشلولة المجلس النواب مشلول العمل على البنية التحتية مشلول كل شي مشلول رئاس جمهوري رئاس جمهوري فإذا كانت بلدية بيروت اللي هي بشكل ما هي حكومة مصررة إذا قدرت هي ما نشلت وقعدت المشاريع تتنفذ ونبلش نشوف الفرق نحن سكان بيروت والأبناء بيروت نشوف الفرق الملموس بحياتنا اليومية منكون عملنا إنجاز فنحن حبينا نعطي فرصة لهالخرق بالمشهد العام اللي هو تعطيل وشلل ومثل واحد معلق لبنان خارج الزمان والمكان فهذا الأمل اللي نحن عندنا أكيد العبرة بالتنفيذ ولحن نكتشف بعض بالمجلس اللي جاية وأنا بقول لك من هلأ إذا الأداء لحيكون متل الأداء اللي شفناه بالمجلس البلد السابق والمجلس البلد اللي قبله نحن مش بس منعلي الصوت فينا نروح لحديث الاستقالة لأنه ما حنكون شهو تزور على صفقات مئات الملايين الدولارات اللي جاية تتركب وتتعلب وعاكن حال المحافز متل ما شفت موضوع رملة البيضة عم بيكون هو كمان سد منيع بالنسبة لهيك صفقات فأظن أنه بين بيننا وبينه وبين الكوة السياسية المسيحية يعني الإصلاحية نحن بنعتبر صرنا أنه القوات اللبنانية هي كوة إصلاحية قادرين نحن وياهون والمحافز نجلس المسار أو نوقف شيء مش غادين عليه هلأ ان شاء الله يكون كله هيدا يعني كي بيقوله خلينا على التمنى الإيجابي أنه يكون فيه نموذج مختلف من قبل الأشخاص وغئيس البلدية اللي زكوان طيار المستقبل شو أبرز المآخز على المجلس البلد السابق هي اللي بدكم تتفيدوها بالمجلس البلدي الحالي يعني أول شيء بالنسبة للإنماء المتوازن كلنا بنعرف وكلنا لمسنا خاصة عم نحكي عن مناطق اللي نحن عم نقوم التمثيلية فيها اللي هي الأشخاص فيه صيفر مال ومدور أنه الموازنة الموازنات الأساسية عم بتروح كانت على على منطقة تانية بالعاصمة الإنماء المتوازن بين كل كل أحياء العاصمة ما كان موجود النتيجة بالنسبة لكل الهموم الأساسية اللي منعيشها نحن كمواطنين يعني عم نحكي عن عاجة السار عم نحكي عن الباركينج عم نحكي عن الرويح عم نحكي عن المساحة الخضراء عم نحكي عن الأمن بذكرك كل الحوادث الأمنية اللي صارت بالأشرفية أو بمنطقة نسميها الأشرفية اللي بيروتش الشرقية اللي صارت بآخر كم شهر من مركز عم بيكانوا عم بيحضروا فيه أحزمة ناسفة لاختيال صديقنا جورج الريف بوطح النهار بالجميزة لمارسلينه لمارسلينه مؤخرا يعني فلتان أمنة ما له شبيه هذا موضوع مثلا إذا كان فيه تجانس بين المجلس البلدي والمحافظ والمجلس البلدي بيشقه المسيح وبشقه المسلم فينا نعجل فيه لأنه فيه شرطة بلدية ستمائة عضو متاخذ قرار بس لحد يتلقى ما تنفس هدولي إذا كان عندهم شوية صلاحيات وعم بيعملوا عم بيجولوا بالمنطقة وعم بيخلوا عيونهم مفتوحة وعم بياخدوا الإجراءات اللازمة كتير منصوب التوتر الأمني أو الحوادث الأمنية لحيخف هذا مثل من الأمثال فعندك عندك إمكانية أنه مجلس بلدي ومحافظ عم بيشترلوا إيد بإيد وعم بيروحوا على التنفيذ ومش عم بيعملوا شيء مشبور عندك إمكانية غيره جزريا حياة البيروتية عم نحكي من الكهرباء للزبالة للأمن حتى لفرص العمل للسكن أنه ابن الأشرفية هلأ مش قادر يضل بالأشرفية وممكن بكل بيروت نفس الشيء من جبار يروح لوان على الأطراف على الأجبال على الجبال بيروح بعدين على القريف بيصير بالآخر قاعد على حدود لبنان أو بيطرق البلد نحنا بنا يضل هون ففي حلول كتير البلدية فيها تاخد أملاك فيها تعمل سكن أنا بدي سألعك عن قدي فيه بسندوق البلدي لبيروت 600 أو 700 مليون دولار 800 مليون دولار كيف ناويين تحركون المجلس البلدي جديد شو أنتو شو مشروع الطيار شباب الطيار الموجودين جبوا شو أفكارهم نحنا عم بقول لك نحنا كل هالمواضيع في حلول على كل وحدة من البيئة للسكن للبطالة كل واحد منهم له عدة يعني بيقدر يعمل عدة الواحد تيوجهها ومثل ما قلت المال متوفر بالكترة يعني 800 مليون دولار أنت فيك تغير وجه بيروت فيك تغير وجه بيروت بس بدي حط الواحد سلهم الأولويات إذا بيقول الأولوية هي بالمساحة الخضرة بتعرف الأولويات كل واحد كل شخص عن شخص بيشوفها مختلفة عن التاني نحنا عم نقول فيه أولويات أساسية يلي هي الأمن يلي هي البطالة يلي هي السكن هاي دول أولويات أساسية من وراها بيجي أولويات العلاقة بالبنى التحتية يعني كهرباء ومي وإنترنت أنت بتعرف أنه عاصمة السويد ستوكولم البلدية بستوكولم عاملة لوحدة شبكة ألياف ضوئية وموصلة كل بات بستوكولم بسرعة ما موجودة بالعالم قبل أي بلد تاني عملت هاي دي وقتا كان بعده كل بلدان العالم عام بيفتشوا شوفوا كيف انو يوصلوا السرعة البلدية لوحدة عملت شركة أو ما باعف مؤسسة من يمكن انجي او ووصلت الفايبروابتيك على كل بيوت سارت ستوكولم منصة هاب إذا بدك هاب للمنطق بس بمجرد ما يكون فيه هذا شيء متوفر هون الدولة كمان بلدية عملة إنجاز أكبر موصل إزبالي على كل بيت لبناني منتضحك ومنبكي بنبكي نضحك كمان إنجاز كبير كيف تكونت عملوا معه هاي أنا ما بدي خلي المواطن يحلم كتير بدي بس عم نعرض المشاكل لا مش عم نحكي عنك عم بقول أنا فيني إيجي أقول عم بقول هلأ لايكوا شو فينا نعمل وبنفس الوقت بنا نتذكر نحن وان وباية بلد وباية بيئة عم نحشتغل فيها باية ظروف باية ظروف نحن عم نقول ببلدية بيروت إذا قلت إذا إذا كان الفريق بطيار المستقبل يلي الفريق جديد لأنه مظبوط طلع لنا رئيسان بلدية وفريقان ما كانوا يعني كان الأداء تبعهم منه جيد أكيد بالنتيجة منشوفها قدامها منعرف أنه منه جيد هلأ في فريق ثالث فايت لمست أنا من قبل رئيس البلدية جديد لأنه زارني وقعدنا قاعدة طويلة لمست أنه عنده إرادة وإمكانية أنه جاي ينجز مش جاي بس يقطع مرور الكرام إذا جاي ينجز إمكانية أنه بالبلدية ينجز كتير كبيرة لأنه في محافظ هلأ جيد جدا لأنه نحن فتنا بفريق واسع ولأنه ممكن هو حابب ينجز والبلدية عندها مصرياتها يعني ما فيت بالشلل يلي موجود بكل البلد فبتكون أنت عم بتجرب اللامركزية إدارية على صعيد ما بدي أقول صغير لأنه بيروت نص لبنان أنت على نص لبنان قادر تطمح أنه تعمل فرق جزر بظرف سنتان ليكون البلد رجع ركب والمؤسسات الدستورية والميسيكية وكل المشاكل اللي عم نعيشها إن شاء الله نطلع منها بأسرع وقت بس بهالظرف هيدا بالبلدية قادر أنت تمشي ما تنطر هلأ هيدا بنرجع عمليه العبرة بالتنفيذ يعني خلينا نعطي فرصة للشباب اللي فاتوا هلأ وللفريق جديد يعني كيف يقوله يعني من قبل التيار الوطني الحر مرشح لعضوية المجلس البلدي هلأ نحن نذكر بالأسر في حزبيين اتنان فاتوا على المجلس البلدي يلي هن المهندس جو ترابولسي والاستاذ سليمان جابر اتناتهم عندهم بطاقة حزبية بس نحن عن الانجليين بس نحن متفين مع الكوة السياسية عن الأقليات عفوا واحد عن الأقليات واحد عن الروم الكاتوليك روم كاتوليك بس نحن سليمان جابر كاتوليك جو ترابولسي أقلي بس نحن متفين كمان مع كل الأحزاب انه ما ننسب شخص لحزب لصورة تبين اذا بدك مش انه هيدا أخذ أكتر من هيدا فنحن قلنا الاثناشر الاثناشر مسيحي هن لكل الكوة السياسية من الوزير فرعون للكتائب للقوات اللبنانية يعني كل اللي التشناك أكيد الاثناشر هن نقوون زكوون والمطرعن عودة أكيد له حصة مهمة نقو رئيس البلدية الاثناشر هن مزكيين من قبل الكل تما نفوت بي أنا طلع لي هيدا وانا عم بلك بس نانتون معهم بطاقة حزبية والقريب منكم مين في أحد الأشخاص اللي دقاهن المطرعن قريب مننا بس خلينا يعني معنا نوسع لهم عبدك تشمسوه ما مش قصة تشمسوه بس عملك فيه اتفاق بتبين بكرة بتبين بكرة بالشغل بتبين بالشغل مهم الشغل ما هيكل مهم النتيجة مهم البيروطي شوفوا فرق إذا كان عنا 12 خلينا لك إذا كان عنا 12 نحنا الطيارة الوطن ما قدرنا نفزنا شيء يعني من إحنا أول ناس لح نقول هادي تجربة فاشلة بالاتفاق معهم اتفقتوا انتم بياهم كنتم متفقين على النقطة هايدي اتفقنا نحنا والقوات مين أخدوا القوات لا ما حفوت بقى بلاعبة الأسلام اللي حققتلك لك لك لأنه نحنا هيكل متفقين 12 للكل عطيتك بس اتنين معهم بطاقة حزبية لأنه بالطيار بيضال في لاك ما بيقوص إلا على الطيار إلا ابن الطيار لأن ابن الطيار بتصوفه فات على فيسبوك وبلش وليه ما عملنا شي وما أخدنا شي وشو بدنا بشغله ولا شو برد علي ما عملت ردت ما ردت في اتنين معهم بطاقة طيار ما ردت وفي واحد من الأشخاص اللي المتران منقه هون نحن في تعاون إيجابي لنقول لقحت بيروت للبيرتي شو بدي بالكلام اللي طلي على التسمية والتعليقات عليها لكن في قولين أو بالأحرى في ردتين فعل في ردة فعل بيقول ردة فعل بتقول إنه بيروت ياريت للبيرتي صارت للأجانب صارت للعرب صارت للخالجين صارت لما بعرف مين ها أول شغلي شغلي التاني مين بيقول بيروت للبيرتي شبابة وأهلا وهيذا طلعوا مننا متل ما أنت كتحضرتك عم بتقول وفي ناس أكتر بتقول أنا رح كون إقليمي ومناطقي وفئة وي بالمعنى الإيجابي والمعنى مش التهجمي إنه كمان حتى الأشرفية عم بي في محاولات حسيسة يعني بطوال الحرب بالخمسة وسبعين كلها الحرب ما حدا قدر لا أسر ولا غبر ولا حدا قدر غير بالأشرفية وما حدا رح يقدر يغير لكن بالمصاري وبالعمران وبالبنيات وبالصفقات في بلاد الأشرفية عم بيقولوا إنه الأشرفية لن تكون لأولاد الأشرفية وهن جزء أساسي من بيروت وما في بيروت بلأ أشرفية ما هيك طيب بيروت للي بيرتي بيروت رح تروح والأشرفية عم بيتم اشتياح عقاريا وهي دول النقطتين شو بتكون تعملوا فيهم كيف بتكون تواجهوهم هلأ الجواب له عدة جوانب أول شي بيروت ما عم بتكون بقى بيروت صحيح للموضوع سعر العكارات والأشرفية أو المنطقة الشرقية عم بيكون علاقة اشتياح أنا بدي بس أقول إنه الاشتياح له علاقة بالقدرة الشرقية مش مظبوط مثل ما بين قال إنه معظم البنيات أو الشقق عم تنشرع من غير مسيحية المظبوط إنه عم تنشرع من الناس ما سكنين لبنان بيشتروا شقق وبيجوا عليها شهر بالسنة ولي معهم إمكانيات عالية ومعظمهم مسيحية بمعنى إنه عيشين بأوروبا بلندن بأمريكا بأستراليا بيجوا بيشتروا شقق وأنجق بينزلوا عليها وهذا واجع هلأ هيدا شي محصور أكتر بالأحياء من البيوت الشرقية اللي أحياء اللي فيها مداربة عكارية أو اللي فيها بريستيج أو شي من النوع بعد فيه أحياء كتير كبيرة وبعد فيها عالم وكسافة سكانية قوية هلأ الشغل الثانية اللي بتنقال إنه الموضوع السكن بقلب الدارة البلدية فيها تساعد كتير فيه يعني نحن فيه أملاك للبلدية كتير كبيرة قادرة البلدية تيجي تاخدون وتستملكون أو هن أملاك بتعمل على هون شريع أعمارية وبتعمل طريقة للواحد يقدر يشتريها على 15 على 20 سنة على 30 سنة ويشتريها بسعر الأجار إذا بدك أو أجار أو شهرية يقدر يحملها بالمعاش بالمعاشات الحالية فنحن فيه هذا الشيء مش حتمة يعني بيقدر الواحد يحاربه ولكن كل عواصم العالم تغلى وفيه كتير من سكان عواصم العالم مع الوقت بيتركوا بيروح على الضواحي هذا فنومان عالمي ما أنه فنومان بيروت فيه موضوع تاني عم بيشوه المدينة أو عم بيأزي المدينة هي النسحين الموضوع النسحين اللي هو عبق على لبنان كله هو موجود كمان بقلب المدينة وهيدا كمان البلدية فيها تاخد إجراءات معينة اللي عم نرجع عم نوصل على شيء قريب من الموضوع الأمن يعني لأنه هن متدخلين مع بعض متدخلين مع بعض بس البلدية إيه إلى كتير تأثير والكواعد اللي بتحطوا فيه بلديات كتير بلبنان أخدت قرارات حازمة بهذا الموضوع صحيح بين من مزول للتجول للتجمع للأحصاء أحصاء الناس حين وينسي كنين كم واحد بنفس القوضة وبنفس الشقة لأنه نحن من نادي الناس أنه ما تأجروا انتبهوا خلوا عيونكم مفتوحة ما تروحوا بس لتزيدوا يعني الشخص اللي عنده شقة بيلاقي أنه إذا أجروا ل 15 أو 20 شخص 100 دولار على الواحد بيلاقي حاله عمل مرتين تلاتة اللي كان عمله لو أجروا لعائلة بس الربح هو في محل بده الواحد يقاوم هيدا الغربة تبعيته أنه يزيد ربحه لأنه فيه موضوع أمن وفيه موضوع اجتماعي كلنا هذا بيسيبنا كلنا أنه شو الإفادة إذا ربح ما صارع أكتر شوية على سنة سنتان وبعدين يصير كل شي خلينا نكون نحنا كلنا وعيين لهذا الموضوع بس البلدية بالقرارات التنظيمية تبعولها واللي بيطلع من عندها كقواعد ومع التنفيذ على الأرض إذا الشرطة البلدية بكرة يعني دم إنشاء وتوظيف الستمائة عنصر قادرة كتير تساعد بهذا المجال هل صحيح إنه المعركة البلدية الانتهت والمعركة الأساسية يعني المجلس البلدي لكن المعركة الأساسية هي المعركة المخترى المعركة الاختيارية 108 مخاطير في بيروت المعركة كبيرة عليهم تعتبر إنه صحيح المعركة معركة مخاطير ببيروت خصوصا بالأشرفية بالصيفة بالمدور بالرمال لك جورج أول شي المعركة الاختيارية كتير مهمة كتير مهمة لأنه هدول المخاطير منتخبين موجودين بكل الأحياء عندهم تماث وتواصل مع الناس يوميا يوميا يعني ممكن أكتر شي بتماس مع العالم هن المخاطير وثالث تاني شي إذا فيه بالألفان سبعة عشر انتخابات نيابية ولازم يكون فيه المخاطير هن كمان بمحل محلات مفتاح انتخابية وبما أنه كلنا عم نطمح أنه نفوت على مجلس النواب الجديد بحصة أكبر تنقدر نوصل الصوت المسيحي والمشاركة المسيحية بالمجلس النواب الجديد اللي بدون ينبسق من الانتخابات الجاية أكيد بيصيروا المخاطير لازم يعني موقع اهتمام من قبل الكوة السياسية هلأ المقاربة يعني نحنا اليوم بمفاوضات بعد ما خلصت يعني بعد ما طلعوا وايح مشتركة بيننا وبين القوات الليبنانية والمقاربة منا يعني ما عم بيكون فيه نفس المقاربة للموضوع نحنا عم بيكون المقاربة تبعيتنا حزبية عم نيجي منقول للقوات الليبنانية نحنا وياكم والتشنك قادرين نحسم المعركة بالمنطقة ولنحسمها خيار للجميع لأنه نحسمها لنقدم نموذج أفضل لأنه بالالفان وسبعتعش نقدر نفوت على مجلس نواب بحجم أكبر ولن نحقق الحلم الإصلاح وإعادة هيبة الدولة ودولة القانون وكل البرنامج الإصلاحي طبعنا ياللي نحنا والقوات نتشارك فيه بس نحنا بهذا الموضوع ما بدنا عدة يعني إذا نحنا كل ما منوصل على استحقاء بيزيد العدة نجي منفرط بالعدة أكيد بالآخر شي هنوصل ضعاف وما هنقدر نحقق هذا التمو فنحنا نقول لهم نحنا وهذه المجموعات قادرين نحسن هلأ بدكم تاخدوا بعين الاعتبار كل الكوة السياسية الأخرى بالمنطقة ما في مانع بس أنه ما فينا نحنا القوات ما بدون يزعله المستقبل ما بدون يزعله ميشيل فرعون ما بدون يزعله أهم مشروع أنه ما بدون يزعله حضان أكيد نحنا ما حابين نزعل حضان وبدون يكون كل مشارك نفهم لازم يكون مشارك بس بيصير حجم الطيار الوطن الحر الأساسي يلي هو أنا بتذكر بس نحنا بالألفان وتسعة البلوك طبعا عم بيحكي بلوك بلا الحلفة نحنا جبنا تسعتاشر ألف صوت بس البلوك اللي تهوه الطيار بس بينزل على على كلمة الجنرال على الشاشة عاش تلاف نحنا البلوك الطيار عاش تلاف ونحنا وقته بالإحصاءات طبعنا لقاينا أنه بالمكانة كان فيه كتير أغلاط فيه شكلة تلاف بقيوا ببيوتهم ما بعتنا حدا نجيبهم يعني عم نحكي عن تلتاشر ألف بلوك واحد يعني هادي أكبر بلوك قبل تشناك وقبل السنة أو تيار المستقبل بالدارة قبل القوات وقبل الكتائب وقبل من مكان على شذوب هادي الانتخابات هلا شو يعني عالجناها يعني اشتغلتوا عليه عم نشتغل اشتغلتوا على البلوك حكير تحسبوا سعب أن القوات بركي مهم شو معكم عم نشتغل يعني عم نشتغل ما تكرروا قصة الألفين وعشرة بالألفين وعشرة بالألفين وتسع ما هو هذا السؤال أنه نحنا جايين على هذا الاستحقاء على هذا الاستحقاء بطموح أنه نحنا والقوات البلوس بلوس يعني أنه قوة عم بتزيد على قوة لح تعطي قوة أكبر وهذا وهذا حلم كل اللبناني خانيني نذكر أنا هلا عمل نداء لكل البيروتية وكل اللبناني اللي عم بيحضرونا ها هيدا أمل استثنائي صار لكم صار لنا قدم من وقت ما بلشنا بالسياسة من ممكن من أيام من التسعينات قبل من التمانينات ما بيفوت عبات الواحد ما بيحكي مع شخص مدني مسيحي منه متحذب أو متحذب بيقلك تفوا أنتوا المسيحيين يعني القوات والطيار تفوا اجتمعوا صيروا مع بعض للقوة تكبر لنكون كلنا مع بعض حققنا هيدا الحلم لأول مرة هلا منقول قعد تقعدوا بالبيت تفضلوا نزلوا نزلوا على السنديق الاقتراع وسمعوا هيدا الصوت لأننا لازم نسمع الناس أنه وقتا بيجتمعوا هالكواتين بيعملوا فرق يعني عم تناشد القوات صار تجتمعوا عم ناشد الجمهور فمتقلك بس القوات مش ماشين بس لقاتنا هل عم بتقلي إذا اختلفنا إذا اختلفنا إذا اختلفنا وإذا نحن ما في احترام لحجمنا وفي محاولة لإقصائنا أو لتحجيمنا أوكي ساعتها أنا بنادي ساعتها ابن الطيار وقال له بدنا نفرج الجميع أنه بلوك الطيار ما حدا بيجيكسوه ما حدا بيجيك حطوه برات المعادلة بس نحن بعد ما وصلنا لهون نحن بعدنا إن شاء الله اليوم من بت هذا الموضوع بس بالحال أنه مش حال ورجعنا مثل بالبلدية بالبلدية من بعض مفاوضات كتير صعبة وصلنا لنتيجة كانت مرضية للجميع بس بحال وصلنا لنتيجة أنا بدي أطلب من كل الناس أنه ينزلوا الكوة السياسية والطيار هو التكتل طيال الإصلاحة والطيار هو الفريق الوحيد اللي ما لعبها اللعبة أشرطوكم صوتكم أشرطوكم حقكم أنه تنتخبوا تمدد لمجلس نواب مرتان يعني أنتو كان لازم تنتخبوا من ثلاث سنين رجلوا أجلوها سنة ونصر رجلوا كان فيه كنت نتخبوا من سنتين يعني نحن هذا أول استحاق هنقدر ننتخب فيها بتقولوا لي مخترى ومجلس بلدي بس نحن إذا نهار اللي بيعطونا مش علاهم يعطونا هذا حق دستوري بس أنه نهار اللي بتجي الفرصة بترجع بتصير أنه نحن نسمع صوتنا وننتخب ما بدنا ننزل ننزل نمارس وجبنا أنه ننتخب بيكون يعني ما فينا بعدين نتشك أنه مثل ما بدهم بيتصرفوا فينا بيشيلولنا إياها بيجرع بيعطونا إياها فنحن لازم الأحد الجي عم بيحكي عن بيروت أحد ثماني أيار ما لازم حدا نبقى بالبيت لازم ننزل نحط الورقة ونصوت هلأ إذا قدرنا وصلنا على اتفاق نحن والقوات اللبنانية بيكون هذا شي منيح لأنه مش منيح لبيروت بس منيح لكل لبنان لأنه هالقواتين عم بيتعودوا عم بيتعرفوا عم بيتعودوا على الشغل مع بعض يتطلعوا بانتجية أكبر بالمعارك اللي جاية يلي هي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء إن شاء الله والمجلس النواب الجاية نقدر نهز المصمار يلي بهالبلد لحد يتلق ما نقدر نهزه يلي هو مصمار الفساد ومصمار هالطبق السيسي لحكم كل شي وما بتتسمى على أحدا فإذا قدرنا بيكون جيد يعني هذا هذا اللي عم نجرب نعمله لأخر لحظة اللي حنجرب عم نعمله ما قدرنا بدنا ننزل نحن كبلوق طيار ونسمع صوتنا ونحن ما يستهان فينا بكرة بيشوفوا ما يجربونا أنا نصيحة أنه ما يجربونا رح ناخد بريك ونرجع من بعد نتابع حوار اليوم مع الوزير السابق نيكولا صحناوي نائب رئيس طيال وطن الحر للشؤون السياسية بريك منتابع بعد مع حضرتك وعلى المشاهدين الكرام أهلا بكم مجددا في حوار اليوم وأهلا بالوزير السابق نيكولا صحناوي نائب رئيس طيال وطن الحر للشؤون السياسية معايا للوزير أحد كبار المسؤولين في البلد بيقول التالي العماد عون كان طالع على عب عبده بس طالع على معراب بطل نازل عب عبده وهاي العلاقة مع الوات اللبنانية أثرت على حظوظ الجنرال بتطلع إلى قصر عبده أو النزول حسب ما هو ما موجود باللهين وبذات الوقت حظ سمير جعجع ما فيه وحظ السلامين الفرنجي يتراجع الآن الحظوظ تكون أحسن لأفريقاء تانين هذا الموضوع شو بدنا فيه السؤال بدي إسألاكي ليش شو بدنا فيه ماذا يعني لا مش شو بدنا فيه عم نحكي فيها لبعد شو أنا بدي فوت بلب القضية أنه ماذا أثرت وماذا أثمرت وماذا خليني أقول حققت المصالحة المسيحية المسيحية أوكي سأبدأ أول شيء نرسم السورة يعني كثير مهم في مقاربتان للرئاسة في مقاربة إقليمية يلي هي لحد يطلق للأسف هي السيدة وفي مقاربة داخلية نحن أهل البيت اللبنانية بين بعض لازم يكون في عنا رئيس ميثاكيا لازم يكون عنا رئيس دستوريا لازم يكون عنا رئيس مصلحتنا كلنا يكون عنا رئيس مصلحتنا الاقتصادية يكون عنا رئيس يعني ما في سبب بالعالم نحن داخليا ما يكون عنا رئيس السؤال بدو يصير بناتنا نحن كلبنانية أي رئيس وعلى أي قواعد وفي مقاربة تانية يلي هي مقاربة إقليمية أنه محور الإيران السوري بدون يربح أو محور السعود التركي هن بدون يربحوا هذا السؤال اللي بيقبل يحطى بحضن المحاور هو عم بيأزل لبنان أول شي سياديا ما إله حاب ما زالنا كلنا من بعد 2005 اكتشفنا أنه كلنا صرنا سياديين هي فكرة بحد ذاتها مهضومة بس نحن شو بدنا نصدق إذا كلنا سياديين كيف منحط موضوع هيدا مثل هيدا بحضن المحاور يعني بدنا ننطر نشوف أي محور اللي حيربح يعني إذا سقطت حلب في مين بدو يراهن أنه خيس اعتم الفريق طبعي اللي حيربح دونك المرشح طبعنا عنده حزوز أكتر وإذا ما سقطت حلب وتأجلت سنة أو سنتين نحن منظلنا ناطرين عم ندفع فتورة كتير غالية والشريك بهالبلد اللي فيه بعد مين من الأفريقاء من المكونات الأساسية مش عم بيقبل فيه اللي هو الشريك المسيحي كمان هو هذا الشريك بهالوقت عم بيدفع أكتر من غيره لأنه عم بيقبل يكون الموقع الأول طبعه فاغر فنحن أنا بقول أول عدوه عندنا هو العدو هو الأفريقاء يلي هن مرتحين ومبسوطين أو عم بيراهنوا على الموضوع الإقليمي عم بتقول لا ربما إقليميا انحلت إيجابا لمصالحنا مزبوط خليك معي بس شوي لا لا أنت بدأ تضلك معي لأنه إجا خبر هلأ أنه خيول الوزير أن هذا المشنوق توفى إثر إثر سقوطي من شرفة منزله وين براس النبع لا أنا بدي أطعك الله يرحمه بقى تأكد إذا ما أصبوط تأكد الخبرية الله يرحمه الله يرحمه يتقبل روحه وتعزين الحرة لمعالي الوزير من هذا المشنوق الله يرحمه نفسه بالسماء وهلأ منرجع أكيد الأخبار بدأت التالى ونرجع من نتأكد أكثر من ظروف ظروف وفاته لشائق الوزير من هذا المشنوق تفضل معي الوزير لكن أنت عم بقوله أنه منظومة الفساد منظومة الفساد يلي هي فاتة على السياسة يعني أقطاب أساسيين بالسياسة هنه ممكن جزء منها إذا كان هذا الشيء مضبوط في غيهان بيكون من هالمنظومة أنه بكرة ترجع المحاور بتعمل ديل معين بيخلينا نحنا نبقى مثل ما كنا ماسكين البلد وليش بنا نفوت وحد هو عم بيقول من عبكرة عشية أنه جاي يفكفك منظومة الفساد هيدا الريهان على الخارج وعلى المحاور الخطر لكل فرد مننا اللي عيش بلبنان وبرات لبنان اللي معنا اللي ضدنا اللي عيش بعكار اللي عيش بالضنية وينما كل اللبنانية في خطر عليهم من هالمقاربة نحنا بالوجه وفي مقاربة تانية في مقاربة إلى علاقة أنه نحنا لبنانيين بين بعض في خوف بناتنا ما في سقة بناتنا في مشاكل في مشكل سن نشيع في كتير مشاكل يعني وتجاذبات ومقاربة مختلفة لكتير من الأمور بس بالآخر إذا غرت السفينة نرأكلنا سوا وإذا قدرنا عوامناها منظل قادرين نلاقي طريقة لندير خلافاتنا بين بعضنا بهالمقاربة التانية يلي هي لازم تكون مقاربة أية لبنانة وطنة نحنا بنجي بنقول أنه الحلف أو الاتفاق اللي تم بيننا وبين القوات اللبنانية حسم موضوع مين الرئيس إذا اللعبة داخلية إذا ما عم بصفة أنا نحنا بين بعض بدنا نقل رئيس مين بدي يكون ها رئيس وقتها 86% من المسيحية بيجوا بيقولوا هذا الرئيس ميشيل عون لا 86% أيدوا المصالحة المسيحية المسيحية وبركوها بس ما 86% قالوا بدي ميشيل عون أو سمير جعجع بشان هيك إسلامين فرنجي وأمين جميل وغيرهم عم بيطالبوا بإجراء استفتاء صنداج جديد ما هيك استطلع رأي لا ينقوا مين اللبنانيين بدنوا رئيس جمهورية جيد هذه النقطة مشت حتى نوضحها إلا إذا عندك توضيع تين جيد جورج جيد ما هيه منيح أن نسألتنا السؤال لحل لك شعلي أول شي 86% إجوا أيدوا المصالحة وقت المصالحة شو طلعت قالت نحنا من أيدنا العماد ميشيل عون مرشح لرأس جمهورية يعني بنفس المناسبة بنفس الاحتفال اللي تم بمعرب شو كان الاحتفال مصالحة وترشيح العماد عون كمرشح العالم شايفه هاي دي أوك 86% قالوا نحنا من أيدها للتحالف وهذا التحالف قال هيك معناتها شو بيكون تاني شي ما بدي أطعق في عندك أدي حجم المصدقية لهالاستطلاعات مع أنه هي لمصلحتنا لكن أنا بحب كون موضوعي لا أجاوبك لا أجاوبك أنه تاني شي استطلاع غير بيجي الواحد إذا كذاب الحقه وإذا صادق نحلت إذا كذاب خي أنت مش مأمن من قصة الله كتير منيح تعني عمل انتخاب النيبي تعني عمل انتخابات رئيس من الشعب عم نقول انتخاب رئيس من الشعب بدك تنتخبه مسيحيا يلا منشوف قد نسلة المسيحية لمأيدي العمدان بدك تنتخبه لبنانيا يلا منشوف قد وإذا ما طلع بيطلع غيره وإذا ما بدك حتى لم تغير دستور وخايف ومعشو وطائف ومعشو خايف شي اللي يعج تعني عمل انتخاب اثنية بي دخلك ما هننتخب بالأحد الجاه وأحد البعض وأحد البعض لماذا ما زادوا صندوق بكل مركز اقتراحي أنه دايما الحجة تضيع المشاهد أو المواطن أنه في حجة وحجة مضادلة لا في حجة صقطة في حجة صقطة مكشوفين هايدي الانتخابات البلدية بحد ذاتها كشفتهم لأنه لأنه وين نصص أنه لا وأمنيا وما فينا نعمل نعمل انتخابات عمنا نعمل انتخابات أنه فينا ننتخب مختار بس ما فينا نختب نيب فينا ننتخب عضو مجلس بلدي بس ما فينا ننتخب نيب 12 ألف عضو مجلس بلدي بكله بنين وما فينا ننتخب 128 نيب يعني شي مهزل وعم ننتخب نيب بجزين زيادة ننتخب نائب بجزين فهنا نكشفه أنا أظن أن كل البنانية صارت كاشفة هالمجموعة اللي لقطت البلد اللي فيها من السياسة ومن الفساد بس نحن بالنسبة لرئيس جمهورية بس ما يكون في ضياع المسيحية نقوا رئيس جمهورية في عندكم شك تعاوا نروح على سندق الاقتراع مع عندكم شك يلا تفضلوا ننتخبه بمجلس النوال مزبوط الاتفاق للقوات والطيار أنا بدك تقول لي أنه ابن الطيار كلهم نتحمسوا على اتفاق لا نحن فيه خصومة وحتى كان فيه وقت لأيام فيه حرب بين الطيار والقوات الليبنانية بس أنه كانت صعبة لنقول على كل محاذب من الميلتان من القوات ومن الطيار بس تعاوا نشوف النتيجة النتيجة أنه المسيحية قالوا كلمتهم ما بيقدر البلد يكف كأنه ما في شي كل المسيحية اتفقوا أنه بدنا هذا الشخص هذي كأنه ما في شي كأنه ما في شي كأنه ما حدا نحكي شي كأنه ما صار شي هلنا بيعتبروا أن الوزير سلامان فرنجي مش قبلان رئيس أمين جميل يمثل كتاب مش قبلان فيه مسيحيين مستقلين ما يسمى مستقلين مش قبلانين التشناك الأرمن مسيحيين قبل المسيحيين يعني كمان ما فيك تاخدهم كلمتهم ما تاخد كلمتهم بالاعتبار أنا عقول الباقين غير القوات والطيار عم بيجي يقولوا أنتوا يا جماعة تنيناتكن قوية إنوا الطيار والقوات تنيناتهم قوية تنيناتكن عندكم تاريخ بين بعض تاريخ آسي جيتوا هلأ انتقلتوا من العداوي إلى الصداقة المستجدية وإلى التحالف الموقت يعني المشككين وبتكن تفرضوا هذا التحالف على الغير لا ما بيمشي الحال نحنا ما أنتوا اتفقتوا بين بعض تكون عظيم جدا كتير منيح والله يديم الوفا بس نحنا مش بس عندين نقبل باتفاق كون يفرض على كل اللبنانيين هيك عم بينقل رئيس بري بيقولك سعد الحريري بيقولك سامي فرنجي بيقولك يعني كتار بشي ما نعندون بتاع جيد شو بتجاول جيد نحنا يعني أنا بدي بس الناس تكون واعية لا أقدر حلق بالحلقة لو هنغير الواقع ما هنغيروا بنعرف أنه ما بدون مش عم بيقرونها كل المسيحيين مش عم بيقرونها خليني الناس تكون واعية شو هي اللعب 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 اللعبة ما بدك تحكم بين عالم وعالم بين رأي ورأي بين قوة تمثيلية وقمة تمثيلية بالآخر ما بدك قواعد إذا أنت هلأ بنا ننصلك رأيك جورج أنت رأيك أبيضة وأصود أنت فيك تقول أبيض وأصود وفيك تقول ما بدي جير إذا كنا أنا ويك صرنا اثنان كيف منعمل صعبة مش هيني بدنا نطرر نقشة ما هي بدك تلاقي شي طريقة ما هي إذا كنا عشرة بدنا نجي نشوف علوا إيدكن مين أبيض مين أسود إذا ستة علوا إيدن ربح الأسود ما هي يعني فيه فيه أسلوب مجموعة تعبر عن رأيه ما فيك تيجي تقول لي فيه عشرة أشخاص بدون يقولوا أسود وأبيض فيه تسعة قالوا أسود بس لا فيه وحدة الأبيض يعني ما كلهنا له أسود أكيد ما كلهنا Security ما فيه أسود وين في أجماع عند الشيعة وين فيه أجماع عند السنة وين فيه أجماع عند الدروز وين فيه أجماع بأي بلد بالعالم بأي مجموعة بالعالم يعني هذا اللي بيجيبوك بيغدو لك إيها بيبين الدافة في سوء نية يعني بتجي أنت بتنزل على الملعب على الساسة عم تلعب في فوتبول بتدربها بإجراءك بتجي بتفوت قول بيلك لا ما لك حق تلبطها بإجراءك لأنا عم لعب باسكتبول نفيتين عم لعب فوتبول لأصار باسكتبول بس فوت أنا قول بيصير باسكتبول بيجي بمسكها بإيدي بفوتها بالبنيا لأ ما لك حق تده بإيدك عم لعب فوتبول يعني هو بالأساس عنزة ولوطارة ايه عنزة ولوطارة فنحنا بس نحنا لازي مكون وعيين لأنه بدو يجي لحظة إن شاء الله الله يعطينا هاللحظة ولح نجي لح نسمع صوتنا ولح نقلب المعادلة لأنه هن مش عارفين يعني لأنه في استسهال العماد عون تاريخه بيشهد هو اللي بيكسر المعادلات كل واحد منه المستقوي بمحور وكون وشو بديقلك نص الأرض وصلح نووي إذا بدك وهذاك مستقوي ممكن بنفس الشي ما بعرف بس العماد عون بيكسر المعادلات وإيجابا يعني مضبوطة وقت كسرها وكانت الكلفة عالية بس أنا بديقول بالوقت ما رجع لبنان كسرها إيجابا الربيع العربي كان المفروض يطير لبنان مطار لبنان ليه؟ لأنه العماد عون عمل اتفاق هو والمقاومة يعني نحنا العماد عون حمي لبنان بس البلان البرنامجي اللي مكتوب والنشر اللي معمول من قبل النيو كونز المواضح المنطقة كلها بدأ يصيبها زلزال وبدون يفوتوا ببعض بكل بلد نحنا نجي بعدين نركب اللي بدنا إياه لبنان ما زبطت ما زبطت لأنه فيه العماد عون فهو عن جد كسر المعادلات أكتلي قوتوا صغيرة إيه؟ قوتوا صغيرة بس عنده نظرة مستقبلية بيشوف لبعيد وقادر يكسر المعادلات فأنتو مستقوين بمحاور بس ما بتعرفوا العماد عون المعادلة بدأت تنكسر وديجي لحظة بس خلينا نحن نكون كلنا وعيين بس يعطي النداء نكون على جهوزية أنت متفائل دايما ومتفائل أنه هلأ عم بتقول القوات مش زابطة معهم بالانتخابات الاختيارية بالأشرفية وبتقول أنه إذا صارت انتخابات رئاسية أو نيابية هذا التوفيق ماذا بتأكدين من هلأ أنه رح تكونوا متفقين لا معك حق أنه تضوّع لا عندهم حسابات كمان ما بدون يزعلوا المستقبل لا لا نحن والقوات ما ندمجنا ما ندمجنا أن بعضهم بتحالف معين بالبلد ونحن بتحالف تاني بس فيه تقارب عم بيصير كل يوم عن يوم أكبر وفيه عم نكتشف بعض وعم نكتشف فيه أعداد أنا ببداحكي عن حالي فيه تجارب يعني هلأ مثلا تجربة المجلس البلدي كان تجربة كتير موفقة ومنها هيني كانت كتير صعبة بس أنه بيكسب سئة طبع المفاوض التاني الواحد وبالآخر بنوصل لشي سوا إن شاء الله بالاختيارية نوصل لاتفاق نحن مش مش غيربين أبدا أنه نخلص بوجبعض عم بقول هذا احتمال وعم بقول أنا المقاربة مختلفة بس أنا عم بقول أنه نحن عم نجرب نشدهم عن مقاربتنا لأن مقاربتنا هي شو اللي بيقربنا عن بعض نحن ولوات هن حزب موجود على امتداد الوطن ونحن حزب موجود على امتداد الوطن نحن مش قوة محلية زعامة محلية اقطع يعني نحن مش مش المشهد السياسي العاد اللي بنعرفه بلبنان نحن حزبيين عنا قطر مؤسسة مؤسساتية عنا سيستام عنا برنامج من قدمه عنا قوة تفاوض نحن بس نقعد مع الفريق التاني او افريقاء التانيين عنا قوة تفاوض بتمتد على كل الوطن طيب هيدا هيدا اللي بيخلينا نشبه بعض هيدا القوة اذا زدناها على بعضنا قادرين نغير كوعد قادرين نفرد كتير على الناس انا عم بقول بس ليش عم توصلوا انتوا على هيك استحقاء ومربطين حالكم مع كل البقية مع كل محبتنا للكل بس انه نحن بالاخر شو قليل انه التحالف القوات والتيار والكتائب قدر يعني خلى الرئيس بري يعيد النظر بقرار والدعوة لجلسة مية بالمية انجاز ولأ وقبل كان فيه الاستخداد الجنسية صحيح انه استخداد الجنسية نحن عم عم نلمس صحيح اكيد فيه لاحيكون فيه مخطط يعملوا هاك نحن علينا نكون وعيين ونتفادى هيدا الشي بال لاك شو الفاق خلينا نقول لك شغلة تانية لانا نحن نرجع على العماد عنك نتعلم لك انه قدير شخصية استثنائية شو التحالفات الموجودة على الارض في لبنان اليوم فيه تحالف بين الطيار والحزب الله يلي هو تفاوض عليه ستة شهر وطلع منه ورق تفاهم مكتوبة ها اول مرة بيصير فيه تفاهم باللبنان بين طايفتان بين فريقان على شي مكتوب بين طايفتان تحديدا بين مسيحية بين فريقان حتى الميساء الوطني ما انه مكتوب ب43 مش مكتوب ميساء شفاهي بين رياض الصلح وبشارع الخوري 100% هذا اللي عم بقوله انه هون نحن في شي جزري غير انه نحن ما بقى نقل له طعب تعرف شو هلا خلان نتحلف مع بعض لانه هيداك كذا نتحلف معه ستة شهر يعني هاي اللعبة اللي موجودة بين الكل والكل نحن شو عملنا احنا بنتفق مع بعض بنتفق على اهداف استراتيجية بنتفق على اشياء صعبة الحديث فيها صعب نحن بس تجي تكتب ببارد تفاهم لا يرجوع لجيش السوري الى لبنان انه هاي ده حزب الله هيني يعني اكتبه قدي اخدت معنا التفاوض نحن ويلايق بلا ما هيك لانه جاي من محل تاني ايه مراحو حزب الله على سوريا ايه مراحو اني على سوريا مراحو اني بس نفس الشي مع القوات اللبنانية هيدا الاتفاق التاني او التفاهم التاني كمان مكتوب فيه عبارة النواية اربعة عشر نقطة اظن او ستعشر نقطة طيب انت بس تقارب الاشياء بهالطريقة بتكون عم تغير اللعبة بس بدك هالاشخاص او هالافريقاء اللي انت عم تتفاهم معهم عم تحط ايدك انت وياهم عم تعمل حلف يعني بيطمح مع القوات يصير استراتيجي هيك نحكى وهيك نقال وهيك قال الحكيم وهيك قال العماد عون انه بدنا نطوره لتحالف استراتيجي مش لورقة نواية هيدا الشي بده يخلينا نكون على مستوى الوعي والتخطيط وتقارب بالافكار وبالمقاربة بدي ايسألك اخر شيء عن امن الدول بسألك كاتوليكي كوزير سابق وكنائب رئيس التيار عم نلاحظ انه في تميع لقصة امن الدولي راضين بهذا المخارج اللي عم تنطرح هلأ عم نلاحظ انه في تهدئة تشبه التميع والتسويف بامن الدولي شو ما وقفكم نحن مش راضين على اللي صار انه انه يكون في تعامل غير انوني مع جهاز انوني ومع رئيس جهاز عنده كل الصفات الجيدة بس بمقاربة فئوية او منحازة او ديقة نحن منقول انه انه منعرف نحن بمزرعة ممكن بلبنان سوري على الكلمة بس بس مش هلقدة مفضوحة انه انا ما بعطي مصاري بس لانه بدي المعاون تبعه يمضي معه وبالانون ما لازم يمضي معه هيك وانا بظل ابتزه لعديد ما يقبل شو شو بأي وين عيشينا ما فيه انون نحن عمش طالبين الا شغلة واحدة تطبيق الانون مش طالبين شي ونحن مقاربتنا منا في قوية يعني ممكن لو كان المدير العام من غير طايفة واجه حدا نخبرنا القصة كنا ناله نفس الموقف مضبوط هن نتحولوها لموضوع طائفة انه ها المسيحية كله نشدوا مع بعض او الكويتلي صار موضوع كاتوليكي ما له علاقة ولا بالكويتلي ولا بالمسيحية له علاقة بتطبيق الانون شو اللي رابط بيناتنا بهالبلد اذا مش الانون شو الانون منصير شارعة شارعة الغاب اذا الهدف من كل هذا الموضوع انه نفهم انه بهالبلد ما فيه انون وفيه الاقوى والاضعف رجعنا عقصة اي لعبة عملعبها اذا عم تجربة تقولولنا نحنا مش بدولة قانون نحنا بدولة كل الابضايا بياخد حقه طيب لن نعرف نحنا ننظم حالنا على غير اساس عندك فيه بقى تحب تقوله مع الولاسية نتمنى الخير للمرحلة اربع شهر يعني اربع احدات اللبنان اللي حيمارس حقه الديمقراطي باختيار ممثلين بالبلدية ونحنا بنعرف موضوع لمركزي اداري قدمهم فضروري انه نمارس حقنا نصوي بخياراتنا لانه في جزء من التغيير بيبلش او بيصير على المستوى المحلي وهذا طموح منه صغير مبين صغير بس هو مش صغير خاصة باعادة توزيع الاوراق اللي عم بيصير بالوحدة المسيحية شكرا لك معالي الوزير نيكولا صحناوي نائب رئيسة الوطن الحر لشؤون السياسية من جدد تعزي معالي الوزير انه هذا المشنوع بالفعل خبر مفجع وخبر محزن لكن بسبت النور بسبت القيامة المسيح قام و حقا كمان منعيد ومنعزي بذات الوقت لكن يبقى العيد القيامي العيد الاكبر والعيد الكبير ينعاد عليكم مشاهدين الكرام المسيح قام حقا قام حقا قام